وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تكون هناك خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجه ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث جرى استعراض إجماليات المشروعات الصحية التي تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لها بإجمالي 23 مستشفى و1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة و367 نقطة إصعاف في مختلف محافظات الجمهورية كما وجه مدبولي بضرورة تحديد الأولويات في المشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما اتصقوا مع خطة الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل وكذا أهمية الاعتماد على المكون المحلي في التنفيذ كما تم بحث مزيج المزايا والحوافز لاستثمارية المقترحة وتتضمن الضمانات والحوافز العامة بالإضافة إلى الحوافز الخاصة وكذلك الحوافز الإضافية حيث وجه مدبولي بعرض هذه الحوافز وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء وذلك في دوء توجه الدولة حاليا لتحفيز القطاع الخاص